الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد ففي هذا اللقاء نتناول الصدق والصدقة قاصدين الربط بينهما فهما مشتقان من مادة لغوية واحدة وقد قالوا صديقك من صدقك لا من صدقك ونبدأ بالحديث عن الصدق حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقوله سبحانه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم والصدق من أهم علامات وأمارات الإيمان والكذب من أخص علامات النفق أما الصدق فيقول بعض العلماء في تعريف الإيمان الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك لأنك تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ووفعت الأقلام وجفت الصحوف ويقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا أعوذ بالله من ذلك وفي أخص علامات النفاق يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق سلاة إذا حدث كذا أو الصفات المنافقين الكذب وإذا وعده أخلم وإذا اتمنه خان ويقول صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا كامل النفاق والمنافقون في الضيك الأسفل من النار أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من هن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذا الأولى أيضا وإذا وعد أخلف وإذا خاصم خاصم فجر وإذا عهد غدر وفي رواية وإذا تمنا خان والمؤمن لا يكون كذابا أبدا أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله قال لا ولما جاء أحد الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات كسيرة فيه قال له اختل لي صفة واحدة قال لا تكن فإذا عاد الرجل أن يفعل الفعشة قال وماذا أقول لرسول الله وإذا عاد أن يسأل قال وماذا أقول لرسول الله فبالصدق ينصلح حال المجتمع وبالكذب يكون كسير من الفساد والإفساد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنس والله لا يحب الفساد المنافقون وهذه الجماعات المتطرفة والأرهابية التي تستبيح الكذب بل تتخذه بضاعة مستحلة إياه مستبيحة له لأغراضها الخبيسة نقول لهم الكذب هو الكذب والصدق هو الصدق وعندما قالت قول الله تعالى سمعون للكذبي أكلون للسحد ونظرت في هذه الآية وبين حال بعض الكذابين من قيادات هذه الجماعات الذين يتحضون الكذب ليل نهار مستبحين إياه من باب أن الغاية عندهم تبرع الوسيلة أي وسيلة حتى لو كانت الكذب ويطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب لا يمكن أن يكون المؤمن خائنا ولا يمكن أن يكون كذبا هؤلاء خوانة لدينهم وأوطانهم بعدينهم وأوطانهم بسمن بخص ثم انظر معي في قوله تعالى سمعون للكذب هناك سامع ومستمع وسماع سامع ربما سمع عن قصد أو بلا قصد تقول تحدثت وفلان يسمع سمع فهو سامع يسمع مستمع يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى منصد يقصد عندما تتحدث يصغي إليك أما سمعون للكذب صيغة مبلغة بحسون عنه يبحسون عن أي كذب سواء بقى يحرفون الكلمة عن مواضعه يبحسون عن كلمة تنشر على صفحة هنا أو هناك كذبا ثم ينقلون هذه الأكاذيب فهم متعمدون للكذب ساعون إليه باحثون عنه ومعوجون له سمعون للكذب وانظر إلى قول الله تعالى عندما رابط بين السماعين للكذب فوصفهم بالأكالين للسح لأن هؤلاء يأكلون السح بكذبهم ويبيعون دينهم بثمن بخص بعاض من الدنيا سمعون للكذب أكلون للسح الصدق الصدق صدق والكذب كذب وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعم العالمون عن الضياء نحتاج إلى الصدق في الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أكبر الكبائر عند الله الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وعندما يغير الإنسان وضعه من الاتكاء إلى الجلوس أو من القعود إلى القيام أو نحوه لإصارة للانتباه وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بويك لهما في بيعهما وإن كتم وكزب محقت باكة بيعهما الصدق في النية من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فاشه ثم نأتي نخطب بالصديق الصديق هو الذي يصدق صاحبه في السر والعلن ويكون إلى جانبه في الضراء قبل الصراء إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك لهؤلاء الأصدقاء أصدقاء المصالح والمنافع الذي يأتيك أحدهم إذا وجد مصلحة فإذا لم يجد انفض وكما قال القائل جزى الله المصائب كل خيار عافت بها عدوي من صديقي وأنشأ أحدهم يقول ما لأك وأنت كنت صديقي باعتني زمنا بكل عقوقي أوحي إليك قد كنت من أعدته لنوائبي لو عضني ناب الزمان بضيقي أوحي إليك بأن وقتي عقني فطفقت أنت تعين بالتصفيقي ومتى تبينت الحقيقة أنني جللا حللت بمنصب مرموقي قد جئتني قد جئتني تسعى تهنئ بالمونة عجبا لأمرك في عرضا وعقوقي إن المحبة في الفؤاد إن المحبة في الفؤاد مكانها تبدو حقائقها مع التضييق وقد قالوا الصديق وقت الضيق ومن يكون معك في شدتك هكذا علمنا الإسلام أن نكون أوفياء لأصدقائنا صادقين معهم صادقين مع الناس اقرأ يقول الله في فرقاني اقرأ يقول الله في قرآني بسم الإله ومنطق العدنان بسم الإله بسم الإله ومنطق العدنان ومنطق العدنان فقراءة القرآن فقراءة القرآن لنور حياتنا أسعد بها أسعد بها بالريح والريحان نسأل الله أن يرزقنا الصدق والصديق الصالح والسلام عليكم ورحمة الله وبالك